خلينا ننتقل إلى موضوع آخر عندي كده حتة كواليس صغيرة من اتحاد كورة اتحاد كورة القدم اللي يبدو أن الانقسامات ضربت الجبلية سريعا ومن جديد ويبدو أن هناك صدام ما بين الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكورة القدم وعلاق نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكورة القدم القصة اللي عرفتها وعرفتها من مسؤول رفيع مسؤول رفيع داخل اتحاد الكورة القدم الأزمة بدأت بسبب رغبة كابتن علاء نبيل أنه يعمل جلسة مع كابتن حسام إبراهيم ليه؟ علشان يعرف تصورهم للمرحلة المقبلة وإزاي ساعته؟ بيني وبينكو طلب مشروع جدا طلب مشروع جدا ماشي أستاذ جمال علام رفض رفضا شديدا وقال له يا كابتن علاء فريل أول ليس من اختصاصك وحذره من الحديث مع كابتن حسام في أي شيء يخص المنتخب وقال له أنت مسؤوليتك تقتصر فقط على منتخبات النشئين والشباب وكذلك تطوير المدربين بعيدا عن المنتخب الأول وقال له أن دي رغبة كابتن حسام حسام حسن يعني الحقيقة كابتن علاء لأنه رجل له اسمه وفي مدخلته هنا أنا سمعتها في قناة الأهلي عندما تكلم كابتن علاء في بداية التعيين وتماما قال أنا يعني رأيي استشاري في المدرب اللي حييجي وكده ولكن هنحط الخطة والتصور والاستراتيجية مع المدرب اللي جاي ومع كل المدربين اللي في قطاع النشئين وأنا بيني وبينكو عرفت كمان أن كابتن علاء مع كل المدربين اللي موجودين في قطاع النشئين سواء مدرب 2005 كابتن نوائل شيتوس والجهاز المعاون له أو مدرب 2008 كابتن أحمد الكاس والجهاز المعاون له وبقية الأجهاز الفنية كابتن علاء طلب سيفيهات لكل الأسماء اللي أنا قلتها لحضراتكم علشان يبتدي ينظر لها من جديد حقه بيني وبينكو حقه لأنه أنا عينتي مدير فني عينتي مدير فني ليه؟ علشان حاجتين يشوف لي موضوع المنتخبات كلها كلها أو بالاتفاقة بقى على حسب ما هم اتفقوا ثم الموضوع التاني وهو زي ما قلت لحضراتكم كده إيه؟ إن المدربين يكون ليهم دورات من خلال الكابتن علاء نبيل فده حقه حقه المشروع خلي بالكو أنا بقول كلام ما بيفرقش معايا حاجة غير إن أنا بقول الحق في هذا الأمر فده حق كابتن علاء كابتن علاء راح طلب حقه منك أستاذ جمال زي ما قلت لكم أستاذ جمال قال له إيه؟ فكابتن علاء بني وبينكو زعل راح اشتاكل كابتن حازم إمام وكابتن بركات والاتنين قالوا له بص بيقولك إيه؟ احنا ملناش علاقة بالمنتخب الأول وملناش علاقة بالقصة دي من الأساس ده كان رد كابتن حازم وكابتن بركات على كابتن علاء نبيل لأنه زي ما قلت لحضراتكم كابتن علاء دايما عايز يعمل حاجة عايز يقول أنا بعمل هنا إيه؟ وعايز يعرف الخطة المستقبلية لكابتن حسام حسن إيه؟ وهو حقه بيني وبينكو حقه ما حدش يقول لي لأ كل المنتخبات التانية حقه عايز يغير مثلا مثلا هو ما قالش عايز يغير حاجة كابتن علاء نبيل ما قالش إنه عايز يغير حد ولكن مثلا جي في دماغه إنه عايز يغير أو شايف إن الفترة اللي جاية تحتمل إنه يتم تغيير منتخب أي منتخب من المنتخبات الناشئين هو حر لأنه هو اللي حيتحاسب سواء على وجود اللي موجودين أو على تغييرهم وزي ما حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت من فشل لفشل 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 في كل المنتخبات منتخبات الشباب فشل مع كابتن محمود جابر قبله كان فشل مع كابتن محمد وهبة قبله كان فشل مع أسماء كبيرة جدا بعد كده فشل للمنتخب الأول مع روي فيتوريا ما عش نشغل فشل خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا الحقيقة في كل شيء وبالتالي وأنا قلت أفلح إن صدق في بداية الكلام لو كابتن علاء تمسك بهذه الأمور أعتقد أنه أحبق له موقف إذا رفضت له بعض الحقوق اللي هو من حقه إنه هو يشوفها ويقولها وأنا أتصور إنه هو ممكن جدا جدا يقدم استقالته أو يضغط بإنه هو أنا هقدم استقالتي لإنه حقه إنه هو يبقى عارف كل هذه الأمور عن كل المنتخبات هو بما فيهم المنتخب الأول كمان درائي وبالواحد بيتكلم فيه في منتهى الصراحة بالصراحة